المخدرات بجميع أنواعها لا تجوز في الإسلام لابد أن نحافظ عن العقل الذي هو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا دخل إنسان في الإسلام وهو ما زال يتعاطي المخدرات مثلا ماذا نصنع به؟ نأخذ إلى أماكن العلاج نمنعه من أخذ المخدرات لابد يعالج يا أخواننا الإنسان الآن إذا دخل في الإسلام لا نتركه لابد يعلم لابد نصنع لهم بأصالحة تتابعوا في الصلاة في العبادات ماذا يصنع في الخارج نحن نعم بأصالحة مختلفة لفعل المخدرات لعمل المخدرات لعمل المخدرات حتى من نعمل المخدرات لهم